اشتركوا في القناة وزير الخارجية ومعالي الشيخ خالد بن عني الخليفة وزير العدل وشؤون الاسلامية والاوقاق واصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين بالمملكة وذلك بتنظيم من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين وفي بداية الحفلة نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لكافة المشاركين في هذا الاحتفال واعتزاز جلالتها يده الله بالدور الكبير لهم في نهضة البحرين وتطورها في مختلف المجالات متنين سموه على اقامة هذا الاحتفال بمرور مئتي عام على وجود هذا المعبد الذي يدل على عمق الروابط وعلاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند والذي يترجم ارقى السمات لهذا التعايش بين الحضارات والديانات والذي تتميز به البحرين منذ مئات السنين ويعكس البعد التاريخي الذي تتمتع به البحرين في المنطقة باعتبارها بلد السلام والمحبة والتسامح وتعدد الاديان والثقافات وقال سموه ان الحفوة التي استقبلنا بها والكلمات الودية الطيبة التي ألقيت ثناء في مملكة البحرين والمشاركة من كبار المسؤولين والشخصيات الدينية من الدول الشقيقة والصديقة والقائمين على هذا المعبد الديني والجاليات المتواجدة انما تترجم الحب الصادق والكبير للبحرين ملكا وحكومة وشعبا واعتبارهم ان مملكة البحرين تتميز بالسلام والمحبة والتسامح الديني والثقافية وكذا سمو الشيخ عبد الله بن حمد ان مملكة البحرين وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تبقى بلاد النهضة والحضارات والاديان والثقافات وتزه بحب كافة الجاليات المتواجدة في المملكة الذي يرجع تاريخ بعضها الى سنوات طويلة مضت بفضل الموقع الجغرافي للمملكة وايضا ما يتميز به اهل البحرين من الحب والتعايش وعارب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدة عن الفخر والاعتزاز بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي واعضاء جمعية هذه هي البحرين والجاليات الاجنبية في المملكة لدعم مكانة البحرين على المستوى الدولي عبر جهودها وعملها الدعوب والاسهام في نشر الصورة الطيبة التي تمتاز بها البحرين وما تشهده من تطور وزهار خدمة ورفعة لهذا الوطن العزيز هذا وقد قام سموه بجولة في مبنى المعبد واشهد سموه بالقايمين عليه وحرصهم في الحفاظ على هذا المبنى وتواجده طيلة هذه السنوات في عمق العاصمة المنامة مشيدا بحسن تنظيم الاحتفال والمشاركة وتحقيق الاهداف الانسانية السامية لتعزيز قيم السلام والتسامح في اطار العيش المشتركة الجدير بالذكر ان المعبد الهندوسي في المملكة قد شيد في عهد المغفور له باذن الله تعالى صاحب السموه شيخ سلمان بن احمد الفاتح عام 1819 وتم التوسعته في زمن المغفور له باذن الله صاحب السموه شيخ عيسى بن علي الخليفة عام 1869 وهو مبنى باطار ينتمي الى المذهب بوتشي مار وهو احد المذهب لاغلبية الجالية الهندوسية في المملكة على سبيل الحصر يروي هذا المعبد الهندوسي حكاية يمتد عمرها الى اكثر من مئتي عام فهو من شيد في عهد المغفور له باذن الله الشيخ سلمان بن احمد الفاتح سنة الف وثمانمائة وتسعة عشر لتتم توسعته في فترة حكم المغفور له بمشيئة الله الشيخ عيسى بن علي الخليفة وذلك في العام تسعة وستين وثمانمائة والف هذه المعبد صار لمائتين عام وهو احد الشواهد على قرون واكثر من الفين عام او ثلاث تلاف عام من التعايش على هذه الارض الطيبة جلالة الملك حفظه الله اكد على ذلك ووضع ذلك كله في نصب توجه عمل الحكومة وبتوجيه المجتمع المدني للتأكيد على هذا الشيء وتقويته وترسيخه في نفوس كل الاجيال الغادمة معبد بنيت قواطعه وصممت ارويقته وقيمت اعمدته ضمن اطار يتفق مع من ينتمون الى المذهب بوشت سيمار وهو احد المذاهب الدينية التي يعتنقها غالبية الهندوس في البحرين هو بيت لكل اتباع المذهب وهو مختلف عن باقي معابر المذاهب الاخرى هذا المعبد يحافظ على عراقته وقيم بنائه مئتا عام مرت على انشاء هذا المعبد وكان اول معبد انشئ في الشرق الاوسط ومنذ ذلك الحين وهو ينمو ويزدهر معظم المجتمع الهندوسي يزور هذا المعبد الذي يقع في قلب المنامة صرح عريق بقدم تاريخه تمارس فيه التقوص الهندوسية دون اي معيقات تذكر الحقيقة البحرين بلد التعايش بلد بيجمع على ارضه جنسيات مختلفة ثقافات مختلفة اجيان مختلفة بيتسع برغم الصغر حجم الارض لكن ساعة القلب كبيرة جدا للعديد والعديد والعديد والكل بيجد في البحرين الامان وبيجد فيها الاطمئنون الاتحاد الاوروبي متحد في التنوع التنوع لا يكفي لعمل المتماسك والموحد والوحدة دون التنوع هي التوحيد توازن الاثنين مهم للغاية للعيش في كرامة اعتقد ان هذا القرن يمكن ان يكون اكثر انسانية وافضل العيش معا في سلام البحرين بامكانها المشاركة في تحقيق ذلك نحن نقوم بتعليم التسامح والحوار بين الاديان والتعايش السلمي وباسم الملك حمد نحن فخورون جدا بهذا نحن نتحدث اليوم عن هذه المائتي عام من التاريخ وعن هذا المكان وهؤلاء الناس هذا يتقير من جيل الى جيل ولكن بنفس رسالة السلام والتعايش السلمي ست الى ثمان عوائل هندوسية ساهمت وعبر تكاتفها في قيام هذا المعبد اسر عريقة ومعروفة لها باعها الطويل في الاعمال التجارية ولها ثقلها المترامي في الاقتصاد البحريني فهي من امتهنت تجارة بيع اللؤلؤ الطبيعي وبيع الاقمشة والتوابل ايضا هنا قصة اخرى لها ابعادها من قصص التسامح والتعايش وحرية المعتقد والدين وجود هذا المعبد لمدة تزيد على قرنين من الزمان يؤكد على ان البحرين كانت وما زالت انموذجا يحكى في صون الحريات الدينية على اختلاف افكارها لتلفزيون البحرين محمد عشدت